السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالوا بنا نؤمن بالله ساعة تعالوا بنا نتذكر ونذكر المشكل الكبير الذي يشغل معظم الناس يشغل بالهم ويقد مجعهم هو مشكل الارزاق وتقسيم الارزاق وايضا تقدير الاقدار الكثير من الناس يطرح التساؤل كيف جرى ولما جرى دائما يبقى في تساؤل مع نفسه يخاطب الوجود ويخاطب الاقدار ويبقى في حيرة من امره لكي نخرج من دائرة الحيرة نرجع الى ما وضعه رب العباد الصانع ونحن صنعته الله عز وجل جعل الاقدار وقسم الارزاق وطلب منا ان نرضى بالقسمة اي نعم علينا ان نعمل علينا ان نجتهد علينا ان لا ندخر وسعا ولكن اذا قدر الله الاقدار ما على المؤمن الا ان يصبر ويحتسب ويرضى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء المعنى ان الله تعالى لو بسط الرزق لعباده واعطى لكل منا ما يريد حسب رغباته واحتياجاته قادر عز وجل لان كل ما يطلبه الناس عند الله فائد وان من شيء الا عندنا خزائنه ولكن ننزل بقدر معلوم فلو بسط الله الرزق لعباده لا باغوا في الارض لو اعطانا اكثر مما نستحق ربما قد نشعر بنوع من العزة والكبرياء والخيلاء وقد نصل الى مرحلة الطغيان كما قال الله تعالى ان الانسان ليطغى ان رأاه استغنى لعلم الرحمة الله علينا وكرمه انه يعطينا طارة ويمنعنا طارة اخرى يعزنا طارة ويذلنا طارة اخرى وهذا فيه تربية وفيه توجيه وفيه سير وقيادة الى منازل اياك نعبد وإياك نستعين لان العبد دوما يبقى عبد يبقى دوما فقير الى ربه ويبقى دائما محتاج الى ربه اما اذا اعطاه كل شيء فان الانسان قد يطغى وقد يتجبر لانه استغنى هناك قصة طيبة يروها الصلحاء وقعت ايام زمان تتعلق بتقسيم الارزاق والرضا بما اعطى الله تعالى وإلا فسوف تدفع التمن غاليا يروى انه كان رجل مسن شيخ هرم من بني اسرائيل تزوج في اخر عمره وزوجته ايضا كانت مسنة ولم ينجب الا بعد ان مر الزمان انجب طفلة صغيرة وطبعا الانسان لما يكبر يتمنى ان يكون له ولد يعمل له ويشتهد ويأتيه بالطعام والشراب ويقوم بالرعاية والعناية الناس يحبون الاولاد والبنات لانهم لما يسرون كبار وشيوخ يجدون اولادهم وفلت كبديهم هم احمل الناس عليهم لكن هذا الرجل لم ينجب الا بعد انشاخ وابنته ما تزال صبية فكان يقوم في الصباح الباكر ويصعد الى قمة الجبل في الغابة ويقوم بجمع الحطب عملية شاقة كل صباح مع شروق الشمس يصعد مع المرتفعات والمنخفضات ثم التتيحرة الشمس ياخد فأسه ويبدأ في تقطيع الحطب من الشجر عمل متعب فكان كلما تعب رفع اكفة دراعة الى الله وقال يا رب ارزقني يا رب ارزقني ربنا يعطيه رزقه ما فيه الكفاية ما فيه الكفاف والعفاف والغنى عن الناس الله كريم كل يوم على هذه الحال لكن كان مما ابتلي به ان له زوجة غير راضي على الوضع تقول له انك تخرج من الصباح الى المساء ولا تاتين بشيء نفرح به ونسعد ونفخر دائما تاتين بالقليل الزوجة غير راضية على هذا الوضع وتريد منه ان يعمل اكتر وان يبحث على رزقه من اي سبيل المهم ان ياتي بالطعام والشراب واللباس الفاخر الذي تفتخر به بين الجيران والاقران لكن الرجل كان يعمل حطابا هذا كل ما في قدرته وربنا لا ينساه كل يوم يعطيه رزقه ورزق زوجته ورزق بنيته الا انه في من الايام سيلتقي مع النبي الكريم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى الذي وعث الى بني اسرائيل كان معروف له روايات وحكايات عظيمة كلها ربانية تجعلك تستشعر بعظمة الالوهية وعظمة الخالق وقد كلمه الله تكليما التقى بسيدنا موسى فتشبت باهداب تيابه وقال يا سيدي يا موسى انت كليم الله وانت رجل مبارك الا ترى من انا فيه من فقر وعجز وشيخوخة وهرم انني احتاج الى تحسين وضعيتي الصحية ووضعيتي المادية وعلاقة الزوجية وظروف العائلية وبدأ يشكو على سيدنا موسى طبعا سيدنا موسى ما هو عضو في الحكومة وعنده برنامج استعجالي لاتدخل لاجاد الحلول المناسبة هو نبي والنبي عادة يكون قريبا من الله والفتح الرباني يأتيه من الدعاء قال له سأدعو الله لك ان يرزعك رزقا حسنا قال ادعو الله لي فبدأ موسى عليه السلام يقول يا الله يا الله يا الله هذا الرجل محتاج الى الرزق اعطيه ربنا اجاب سيدنا موسى عليه السلام وهو الكليم قال له يا موسى ان هذا الرجل قد اعطيته ما يكفيه واسرته فاذا زاد عن حده سوف ينقلب على ضده سوف يكون عليه وبار ووبال ومعاناة ذاك هو هو نصيبه يعني قياس بالردو هو هدك اذا زدت اكثر من هذا فسوف اما ان يطع واما ان يتجبر واما ان يقع له فتن في الحياة فربنا عليم قدير سبحانه وتعالى يقدر الاقدار فرجع النبي موسى الى الرجل وقال ان ربك يخبرك بان الرزق الذي اعطاك ذاك هو ما يناسبك رغم انه قليل ولكن فيه الكفاية وخال من الفتن وخال من الابتلاءات وخال من التبعات فانت مرتاح تعمل تأكل قليل وتقوم صباحا وانت آمن في سربك معافا في بدنك عينك قوت يومك لقد حيزت لك الدنيا بحدافرها لكن الرجل كان ملح وقال يا موسى رجاء ارجع الى ربك وادعه ان يعطيني اريد اريد الدنيا اريد المتاع رجع موسى الى ربه عز وجل باستحياء يطرق الباب ويستفتح ويقول يا رب ان هذا الرجل يستعطفني ويلتمس منك ان تعطيه ما يريد ربنا عز وجل اراد ان يشهد موسى وقال سوف اعطي هذا الرجل ثلاث دعوات مستجبات يطلب ما يشاء ساقضي حاجته كل ما يطلبه حاجته منفدة لكن رحمة به ثلاث دعوات لا تكون في وقت واحد سيستعمل كل ليلة دعوة اذا ضاعت دعوة في اليوم الاول سوف يستدرك الدعوة الثانية في اليوم التالي واذا ضاعت الدعوة الثانية سوف يستدرك الدعوة الثالثة فلما بلغ سيدنا موسى الرجل الخبر سر وفرح وشكر الله وقبل يد موسى ورحل فرحا الى بيته ذلك اليوم لم يعمل لما وصل الى البيت وسألته الزوجة ماذا جئت به اليوم من طعام او من متاع قال ما جئت بشي اليوم لم اعمل اليوم ضللت اليوم بكامله اناجي ربي وتأكل مع الكليم موسى النبي الله وقد اعطاني الله تعالى خير عظيم اعطاني ثلاث دعوات مستجابات الزوجة قالت له وكيف ستأخذها بمفردك قال اي نعم انا تعبت ورجوت الله وسجدت وركعت وطلبت واعطاني ثلاث دعوات سادعو بما اشاء ودعوتي مستجابة فقالت المرأة انا تعطيني منها نصيما نظر اليها بحنان وقال سوف اعطيك واحدة خذي انت مني واحدة سيبقى عندي اتنتان بعد لحظة جاءت المرأة وقالت وماذا سوف تفعل بدعوتين مستجابتين تكفيك واحدة اعطيني انا اتنتين واخد انت واحدة فدخل في نزاع اول نزاع واول عراق بينه وبين زوجته وكادت النزاع يحتدم لو لان نبهه الله تعالى وقال سأخذ انا دعوة ونعطيك يا انت دعوة مستجابة والدعوة الثالثة اذا وقع النزاع بيني وبينك سوف نعطيها للبنية الصغيرة تكون قسمة عادلة تلات دعوات ونحن تلات انفار زوج وزوجة وبنية قسمة عادلة رضيتم قالوا رضينا فجاء غرب الشمس اليوم الاول الدعاء مستجاب فقال اذا سأبدأ انا الاول سوف ادعو الله تعالى المرأة قالت له بماذا سوف تدعو ربك قال سأدعو الله تعالى ان يعطيني صندوق كبير مليء بالدراهم والدنانير لكي اقوم بصرفه كل ما احتجت الى مال يعني بغى صندوق توفير الوطني لكي السوسيال الرجال عادة هكذا يفكرون اي رجل رب اسرة يفكر في العمل والادخار لانه يخشى يوما ما يكبر ويهرم او يضعف او يقع له مشاكل في العمل او في التجارة فيجد تلك المدخرات هكذا سيداتي وخصوصا ايها النساء السيدات الفاضلات هكذا يزوج يفكر غالب الازواج غالب الرجال يفكر انه يعمل ويعمل ويدخر مخافة تقلب الايام حتى لا يضطر ان يمد يده حتى لا يضطر ان يحتاج الى غيره فكر الرجل المسكين ان يسأل ربه عز وجل يعطيه صندوق مليء بالدراهم والدنانير انكي السوسيال لكي يعيش مرتاح فاستدركت عليه الزوجة قالت له عندي اخر طلب الا يمكنك ان تؤخر دعوتك الليلة حتى الغد لان لاننا عندنا ما نقضي به اليوم والغد عندي بعد مدخرات طعام وشراب ومتاع ممكن نقضي به واعطيني هذه الفرصة انا متحمسة اريد ان ادعو انا الان الليلة الاولى واترك انت دعوتك للليلة الثانية فالرجل اراد ان يرضي زوجته لانه يعلم اذا لم يرضيها ستبقى قلقة دجرة وسوف تريه العذاب الاليم فقال اعطيها حقها اعطيها حقها خذي انت اول ليلة ادعي الله بمتى شئين فجاءت دي الليلة الاولى والمرأة قالت ماذا ادعو ماذا ادعو الرجل سوف يدعو بصندوق مليء بالمال ماذا سادعو انا ينبغي ان ادعو شيئا مخالف للمال بالله عليكم فكروا وقدروا معي امرأة مضى عليها الزمان وصارت كبيرة السن تشعيد وشيب في الشعر واحدودب الظهر وصارت ضعيفة وهرمة ماذا ستدعو وكانت تعاني كثير انها لم تكن جميلة كانت ذميمة وكانت النسوة يصهرن منها فقالت هذه فرصتي لأسخر من هن أجمعين سأدعو الرب ان يعطيني جمالا باهرا وشبابا فاتنا لكي اكون اجمل واروع نساء عصري حتى افدي ما كانوا يسخرون مني فعلا دعت الله تعالي يا رب اريد جمال ليس له نظير يا رب اريد الشباب اريد كذا وكذا فعلا الدعوة مستجابة صعدت الى السماء واستجاب الله الدعوة وهي نائمة في الصباح الباكر لما استيقظت كعادتها واخذت جرتها وذهبت الى الواد لكي تسقي الماء وكان على ضفاف النهر العشرات من النسوة يسقين المياه فلما رأينها اكبرنها وقلنا سبحان الله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم لقد سات المرأة جميلة رأت انظار الناس ودهشتهم فتحجبت فنظرت الى وجهها على صفحة الماء في الواد فظهر لها وجهها منير ومشرق كالقمر ليلة البدر تحسست ملامحها فاذا فعلا شعرها اصبع ناعما ومنسدلا على كتفيها وبشرتها صارت بيضاء ناصعة عيناها كبيرتان وكل ملامح وجهها تبعت على الدهشة من شدة الجمال والبهاء وقامتها سبحان الذي خلق فسوى فبدأ تقول ما ابهاني ما اجملني والناس ينظرون اليها بشوق ولا احد يستطيع ان يكلمها لانها فوق الانظار الخبر انتشر ووصل الى الى حاكم البلدة حاكم البلدة كان رجل في متوسط العمر وكان قوي وكان جلد وكان يحب الدنيا عنده قصور وعنده جواري وعنده نساء وعنده اموال وعنده سلطة وكان الشاره يحب الحياة الدنيا فسمع بان في البلدة ظهرت امرأة حسناء ليس لها مثيل وكأنها ملك من السماء كان حورية نزلت من السماء جمع جنده وصار يجري الى ان وصل الى دفاف النهر فوجد الفتاة الجميلة فعلا جلسة في بقاع دفاف النهر سلم عليها نظر اليها بدهشة ولم يتوقع هذا الجمال الفاتن فقال يمرأة اني اسألك سؤال واحد هل انت مرتبطة هل انت متزوجة سؤال اريد جوابا فقالت لي ما تسأل قال ان كنت متزوجة لا شأن لي بك اما اذا كنت بغير زوج فاردك ان تكون زوجتي واجعلك على رأس قمة قصري ونسائي فالمرأة لما رأت هذا العرض المغري والحاكم رجل اربعيني في ريعاني شبابه وعنده قصور وعنده خدم وحشم فقالت هل اجيب بالحقيقة هل اقول ان متزوجة بذلك الحطاب الرجل المسم الهرم هل سارجع الى ذلك الكوخ الى حياة التعاس والبوس لا والعب بها ابليس ابليس يكون حاضر في مثل هذه المواقف وقال لها هذه فرصتك هذه هي الفرصة التي لا تأتي الا مرة واحدة في العمر فالمرأة استجمعت قوتها وقالت يا سيدي انا لست متزوجة ففرح الحاكم وقال سوف اضمك الى الحريم فعلا اخذها الى قصره وطلب من الحريم ان يقومن بغسلها وتنظيفها واعدادها لتكون عروسه في هذه الليلة ثم اعطى الاوامر للمغنيات والراقصات ولأصحاب الجوق لكي يقوموا بالغناء والدفوف والنواقس ليعدوا عرسا كبيرا ويدعى له الناس كلهم فعلا وقيم زفاف عظيم وحضر الناس طعام وشراب وعرس اسطوري الحاكم فرح بهذه العروس ولم يسأل من اين جاءت لان جمالها اخاض وباهر البلد كلها اتجهت نحو قصر الحاكم لتشهد هذا الزفاف فاستيقظ الحطاب من نومه وكان في كوخه وجد بان القرية شبه فارغة سأل ابنته ما الذي يحدث قالت يا ابتاه هناك عرس كبير يقيمه الحاكم في قصره وكل ابناء القرية ذهبوا هناك ليأكلوا ويشربوا ويشاهدوا مراسم الزفاف فقال واين امك قالت امي هي العروس لقد دعت ربها فاستجاب لها وجعلها جميلة وقد اخذها الحاكم ليتزوجها لقد جن جنون الحطاب شعر بنوع من التذمر والاستياء وقال كيف يعقل اخذ عكازه واخذ يجري محدود بالظهر يلهت والشيب في رأسه وهو شيخ كبير والتجائيد حتى وصل الى قصر الحاكم وبدأ يضرب بالعكاز اريد الحاكم شخصيا اريد مكالمة الحاكم الجنود يقولون له تبا لك هل الحاكم ما عنده عمل حتى يكلمك ويقابلك الحاكم عنده اشغال كثيرة وعنده ضيوف وعنده قال امر خطير الامر جلل الامر يهمه ويهمني ويهم العروس فلما سمع الجند هذا الكلام ذهب الوسيط الى الحاكم وقال رجل على الباب يبدو انه متحمس جدا ويقول عنده امر جلل وخطير يهمك ويهمه ويهم العروس فتعجب الحاكم نزل الى ان خرج الى الحطاب ما شأنك قال يا سيدي هذه المرأة التي تتزوجها انها زوجتي وام ابنتي قال لا يمكن انت شيخ كبير وهي شابة في مختبر العمر فرق كبير بينكما قال اي نعم لقد كانت شيخة وعجوز كبير مثلي لكن الله تعالى استجاب دعوتها وردها شابة جميلة قال هذا هراء هذا لا يمكن هذا العقل لا يقبله فقال الوسيط له هل ادخلته وتقابله معها حتى تنتهي هذه القصة فقال اي نعم فجاءوا بالشيخ الهرم وادخلوه الى زوجته التي صارت عروس شابة صغيرة كالحورية لما رأته عرفته انه هو زوجها وهو لما رأها اندهش قال هل انت فلانة قالت نعم فسأل الحاكم هل هذا الرجل زوجك نظرت الى الحاكم ونظرت الى الزوج وتقول اذا قلت نعم سوف احرم من الحاكم واعود منكسرة الى الحطاب مدى افعل مدى عسني ان افعل فقالت للحاكم لا لا اعرفه لا لا علاقة لي به وانكرته وزوجة يقول تب بل لك هل لستني لقد قضيت معك اربعين سنة في زواج المرأة قالت ساضيع فرصة علي ماذا تصنع فانكرت غضب الحاكم غضبا شديد واخد الشيخ الهرم من تلابيب ثيابه ورماه على قفاه وقال للحراس خذوه الى السجن واضربوه ضربا مبرحا جزاء انه تدخل في امور وشؤون الحاكم ومس حريمه وفعلا اخذوا الرجل الحطاب الى السجن وادخلوه وبدأوا يضربونه يجندونه جلدا عظيما فتذكر تذكر وصية موسى عليه السلام لما قاله ان ربك يقول لك الافضل ان تبقى كما انت لو اعطاك الله اكتر من نصيبك سوف تشقع ها هو اول ليلة زوجته سوف تزفو الى غيره وهو الان في السجن يجلد بوحيدا ولا احد يأباه له اهم لو سمعت وصية موسى عليه السلام وبقيت على حالي رضيت بنصيب القليل لكنت الان في بيتي وزوجتي بجانبي وطعامي بين يدي انا الان في السجن والزوجة تزفو الى غيري في فراش غيري وابنتي صارت صبية وحيدة في الكوخ اهل لو سمعت وصية موسى عليه السلام وبدأ يسمعوا الدفوف والمزامير والنواقيس زوجته فعلا تزفو الى الحاكم الحاكم كان فرحا مسرورا وقد جاء بالضيوف وكبار القوم وجاءوا بالعروس فوق الهودج وقال سترون جمالا باهرا لم تروا مثله قط ابدا اياكم ان تندهشوا وفعلا قد زينوا العروس وينتظرون ان يرفعوا عن الستار ليروا هذا الجمال الباهر في تلك اللحظات جاء غروب الشمس وجاء وقت الدعوة الثانية الحطاب عنده الحق في ان يدعو دعاء وكما سلف انه كان يريد ان يدعو دعاء بسيط ان يعطيه الله صندوق من المال لكي يعيش به في اخر عمره لكنه الآن زهد في المال عنده الغضب في قلبه عنده روح الانتقام اراد ان ينتقم من زوجته التي انكرته ورمته في غياه باستهن فماذا يفعل انه سوف يستعمل دعوته قال يا رب كما هي انكرتني اسألك يا الله ان تجعل صورتها خبيثة كأنها قرضة مهجورة وريحة كريهة نثنة الدعاء مستشاب فعلا حينما ارادوا ان يدخلوا العروس الى الى الحاكم ورفعوا الهودج عوض ان يروا اميرة جميلة اخردة رأوا قرضة مسنة وسخة رائحتها كريهة نثنة فتعجبوا قالوا اعوذ بالله هذه شيطانة لعلها شيطانة فصاروا يرجمونها باحديتهم ويتجري وتهرب ويرمونها بكل شيء وصارت المرأة المسكينة تضرب من طرف من هب ودب وزوجها في السجن يأخذ الجلدات وابنتها في الكوخ تبكي بقي على هذا الحال الليلة بكامله الى اليوم الثالث اليوم الثالث البنية بقيت وحيدة تبكي وتنضب حظها التعيس وتدعو الله تعالى بدون جدوى الى ان جاء غرب الشمس وهنا البنية عندها دعوة تالتة فماذا تصنع البنية بالدعوة التالتة كانت تريد ان تدعو الله ان يعطيها دمى والعاب تلعب بهم لكنها تحتاج الى امها وابيها فقالت ساستعمل الدعوة لكي تعود امي وابي الى حالهم الاول فماذا تقول يا الله يا رب اعفوا عن ابي وامي واعيدهم الي كما كان سلف عهدهم فاستجابوا الله الدعوة واعاد العجوز الى صورتها واعاد الشيخ الحطاب الى صورة الى حريته ثم عادوا جميعا الى كخهم وذهبت الدعوات الثلاث وبقي الوضع كما هو عليه وعلموا بان وصية موسى عليه السلام بان الله تعالى في هذه الدنيا لها قوانين ربنا يقسم الارزاق بين العباد من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصخط من سخط فليستعب لمواجهة المزيد من الابتلاءات كلما لم ترضى بلاء اخر وكلما زدت في عدم الرضا بلاء ثالث ورابع الى ان ترضى اما من رضي منذ الوهلة الاولى فان الله تعالى يبدله خيرا ويتيبه احسن التواب وصدق المولى عز وجل حينما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لباغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اسأل الله تعالى ان يعطينا ما يكفينا ولا يعطينا ما يطغينا اسأل الله تعالى ان يرزقنا الرزق الحلال الحسن الطيب وان يجعل ايادنا هي العليا بالعطاء ولا تكن السفلة بالاستعطاء اللهم ارزقنا رزقا حللا طيبا وقنعنا به ارزقنا الرضا وارزقنا القناعة بفضلك وجودك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله